بباركة قدس الإرشمندريت أثاناسيوس قاقيش أقام مركز مدارس الأحد الزرقاء وبالتعاون مع جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية مخيماً صيفياً لمدارس الأحد بعنوان مسار الأنبياء وقد شارك في المخيم الذي أقيم في مقر المخيمات الأرثوذكسية معين ما يزيد على ثمانين مخدوماً وخادماً من الفئات العمرية المتوسطة والعليا تضمن اليوم الثاني من المخيم زيارة من قبل الإرشمندريت قاقيش والأب غناطيوس خليفة ولقاءات روحية مع الأبلو قبوشة والأخت ريس دايخ ومرشدي مدارس الأحد وشارك المخدومون والخدام بخدمة غروب عيد التجلي بالإضافة إلى العديد من النشطة والفعاليات المتنوعة